للوقوف عند قانون المحتوى الرقمي الجديد وآثاره على الحريات في العراق ينضم إلينا عبر سكايد من أمستردام الصحفي والإعلامي العراقي مظفر الخميسي أستاذ مظفر مرحبا بكم يعني كما تعرفون لا يزال مسمى قانون المحتوى الرقمي مثار جدل في وقت أطلقت فيه الحكومة حملة قالت إنها لمحاربة المحتوى الهابط ولكن الناشطون يرون أنه سيكون ذريعة لتكميم الأفواه كيف رأيتم ذلك أستاذ مظفر في البداية مساء الخير وعليك وعلى حضرتك وعلى قناتكم الكريم وعلى بشهاديكم الكرام بصراحة أراها أنه عملاء الاحتلال اللي قابعين بالمنطقة القضراء مجبولون منذ عشرين سنة بإصدار القوانين لتثير الفوضى تثير الفوضى وتخلط الأوراق هم يعني بقصد أنه إلهاء الشعب إلهاء الشعب عن السرقات اللي يقومون بيها وعن الفساد اللي مغلين بيه قبلها كانت فوضى وكانت فوضى ولغط على قانون الخدمة الإلزامية وقبلها على أغلاق المواقع الأباحية وقبلها مئات القوانين اللي هي تكون مجرد أنه جز نبض الشارع وتقييد حرية الناس والتضييق عليهم وتكميم أفواهم نعم أستاذ مظفر يعني لو أردنا أن نضرب في ذلك مثلا يعني رفعت دعوة على أحد الصحفيين بعد أن انتقد رادود أساءل الصحابة حيث تهم هذا الصحفي بإثارة النعرات الطائفية ولكن هنا في هذا المقام هذه الدعاوة وازدواجية المعايير هل تظن أنها ربما تكون كافية للكشف عن حقيقة ملاحقة أصحاب المحتوى الهابط بصراحة يعني هي هذه يعني كيل بمكيالين كيل بمكيالين أنه الإنسان اللي يعني ما يصرف لهم أو ما يريدونه أو يريدون يضايقونه يطبقون علي هذه القوانين مع العلم أنه الصحفي أو الإعلامي اللي انتقد الرادود هو أيضا من أهل الجنوب من مدينة الناس الإذيقار الناصرية بالتحديد وهو كان أيضا عمل معهم وكان يعني برامجة تشد من أزرهم وتمرر أجندة الحكومات لكن حين تتقاطع المصالح هم يفضلون الناس اللي يقدرون يثيرون بهم فوضى ويقدرون يأذون بهم الآخرين من هذا الجانب مثال آخر يعني هناك من وصف وهو مسؤول عمليات اللواء الحادي وأربعين في الحشد وصف أهالي قضاء الطارمية بالغدة السرطانية التي يجب أن تستأصل حتى الآن لم يحرك أحد ساكنا إذا هذا التصريح ولكن أستاذ مظفر تعتقد أن هذا التصريح يمكن إدراجه تحت مصطلح أو عبارة مستوى هابط لا لن يدرجوا بمستوى هابط ولن يحاسب من قاله دعني أخبرك أستاذ الكريم بقصة قصيرة هي حفتة إحنا شهود عليها في بداية التسعينات من القرن الماضي غدات انتهاء الحرب العراقية مع الكويت ظهر مقال فيه بجريدة بابل اللي كان يملكها عدي ابن الرئيس صدام حسين كان المقال وصف فئة معينة من أهل الجنوب بمربي جاموس واللي اتهامهم أنه جايين أصولهم هندية لحد هذه اللحظة يلوكون بهذا المقال وناس يقول صدام حسين كتابة وناس يقول عدي كتابة وناس يقولون بيتوجوه من عدهم هم الشيء اللي يمسهم يضلون يلوكون به ويحاسبون عليه ويصدرون قوانين ويضايقون الناس وينكلون بالناس لكن لما هم يصدر منهم شيء يمس الناس ويأذي الناس هذا يغضون النظر عنه لا يحاسبون أحد عليه عن المستوى الهابط وأيضا التصريحات التحريضية المسؤول الأمني لميليشيا حزب الله المنضوية ضمن هيئة الحجد الشعبي يدعو إلى مهاجمة السعودية وهو يعتبر مسؤول ضمن حكومة محمد الشاع السوداني ألا يعتبر هذا التصريح تحريضيا وهابطا أستاذ مضفر طبعا هو تحريض هابط أصلا لا وقت ولا مكان ولا مناسبة كل اللي صار أنه أعلنه النية عن وجود مسلسل أو هاي شيء ما أحد ما يعرف شنه المسلسل ما أحد ما يعرف هذه الحرب الدونكيشوتية اللي هم يحاربون الطواحين ويريدون يحاربون السعودية ويحاربون تركيا ويحاربون الأردن ويهاجمون سوريا ويعني الدنيا قلوبية فيه حين أننا كنا نعرف أنه منهم ومنهم هي أمكانيتهم محتوياتهم هابطة تصريحاتهم مسفة تصريحاتهم استفزازية من الواضح أن عمليات التضييق على حرية التعبير في العراق تتزايد في الفترة الأخيرة ولكن إلى أي مدى سيؤثر هذا القانون إذا ما أقر على حرية التعبير لدى الصحفيين والناشطين هذا بشكل كامل رح يأثر على حرية الصحفيين ورح يأثر على الناشطين ورح يكون سيف مسلط عليهم رح يكون حبل يقوم بالكلمة الشريفة الكلمة المناوية لهم رح يزيد الفجوة بين الحكومة وبين الناس لكن من جانب آخر الشغلة الإيجابية اللي بي أنه تظهر كلمة الديمقراطية زيفة بالعراق وأنه الديمقراطية تفيد بس الفاسدين وتفيد سرقاتهم وتفيد أفعالهم عبر سكايب من أمستردام الصحفي والإعلامي العراقي مضفر الخميسي شكرا جزيلا لكم